وجه الأزهر الشريف في بيان له التحية للفلسطينيين ولأهل قطاع غزة الأبرياء وهم يمثلون رمز العزة والصمود لمواجهتهم العدوان الإسرائيلي الذي تجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية واستباح شتى الجرائم الوحشية كما سجل الأزهر اعتزازه وتقديره البالغ بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي دعا إلى ضرورة وقف العدوان على غزة كذلك أشاد الأزهر بموقف كل أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت وخرجوا لإدانة هذه المجازر الوحشية وأهاب الأزهر بحكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلسطين وأن يسخروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرة الشعب الفلسطيني